الموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة يا جماعة موضوع مهم ودقيق وهو مدى الالتزام بتثبيت الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع هنشرح الموضوع دوه باختصار لأن هي نقطة دقيقة ومهمة الأصل إن تبقى للناس الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون الإثبات إن الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تثبيتها ما لم تتضمن قضاء القرقية الحكم اللي صادر بإجراء الإثبات هو حكم تبينه هو حكم صادر قبل الفصل في الموضوع وبالتالي لا يوجد التزام على القاضي بتثبيت يعني النط بالحكم ده زي ما قالت المزاكرة الإضاحية لقانون الإثبات النط بيه يعتبر كافي ومنطوقه كافي ده لي عشان ما نهدرش مجهود القضاء إن هم يسببوا أحكام ما فصلتش في النزاع واتخذت بإجراء تمهيدي داخل الخصومة وغير جائز الطعم عليها ولم تمس مراكز الخصومة منما هي صدرت بإجراء من إجراءات الإثبات عشان كده نلاقي إن المشرع لم يجز الطعم في هذه الأحكام إلا مع صدور الحكم المنهي للخصومة اللي هي الحكم التمهيدي صدر جواه باستنى لما بيصدر الحكم المنهي للخصومة وبطعن في معها الحكم المنهي للخصومة طيب هل الكلم ده على إطلاقه لا فيه استثنائين بناء عليهم يجب على المحكمة إن هي يكون ملزمة بالتذبيب حتى ولو كان الحكم اللي صدر دوه حكم تمهيدي وصدر قبل الفصل في الموضوع وهم حالتين فيهم استثنائين اللي إحنا حنقول الحالة الأولى اللي هي نصت عليها الشطرة التانية من الفقرة الأولى من المدى خمسة إثبات قالت إيه قالت إن الأحكام الصدرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تذبيبها ما لم تتضمن قضاء قطعي يبقى مفهوم المخالفة لو الحكم اللي صادر بإجراء الإثبات قضاء قطعي يبقى هنا يلزم تذبيبه طيب إيه هو الحكم القطعي أو إيه هو القضاء القطعي حقيقة أفضل تعريف لي هو التعريف اللي قالته محكمة النقط قالت الحكم القطعي هو ذلك الذي يضح حدا للنزاع في جملته يعني كله أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته الطعن رقم 300 لسنة 36 كوف لجالسة 9-3 سنة 1-70 مجموعة المكتب الفني سنة 22 الجزء الأول بقعدة 42 صفحة 2062 يبقى المحكمة وهي بتصدر حكم تمهيدي أو حكم من إجراءات الإثباب ما تعتبرش أن هي فصلت في مسألة من مسائل الدعوة أو فصلت في جزء منها لكن لو صادف أن الحكم كان متزوج في شك منه قطعي يعني فصل في جزء من النزاع وحسمه وفي شك منه ندب خبير أو قرر استجواب أو أحال للتحقيق يبقى الشك اللي هو قطعي وفصل في النزاع تلتزم المحكمة بتسبيبه تقن لنص المادة دي أحكام محكمة النقضة فيها أمثلة كتير يعني ممكن أن في حكم صادر في حكم من الأحكام اللي يورد عن محكمة النقضة حكم العامل بحقيته في إعانة غلاء المعيشة وقضى ثانياً بناتب خبير لبيان الإعانة دي قد إيه ويحتسبها له ويشوف إيمتها قد إيه يبقى الحكم اللي صادر في شكله الأخير بناتب خبير لا يلزم تسبيبه لكن الحكم اللي صادر في شكله الأول وقضى بالأحكية فيها ويعتبر ان هو يلزم تسبيبه لأن حكم قطعي قضى في مسألة قضى بالأحكية وممكن برضو حكم يصدر بالأحكية في المعاش وأناتب خبير لبيان المعاش ده إمت أديه وتاريخ السحيانه وإمت تمت أديه مشكل أول يلزم تسبيبه لnościك الثاني كلا تلزم تسبيبه الحالة الثانية هي نصت عليها المادة التسعة من قانون الإثبات قالت للمحكمة أن تعدى العامة أمرض به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر ويوجوز لها أن لا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين سبب ذلك في حكمها هنا يا جماعة المادة التسعة بتقرر القاعدة العامة أن الأحكام الصادرة بإجراء من إجراءات الإثبات غير ملزمة للمحكمة والمحكمة لها أنها تعدل عنها ولو المحكمة حكمت بإجراء إثبات ونفذته وسمعت شهود مثلاً أو ندمة خبير ليس الزامن عليها أن هي تأخذ بنتيجة الإجراء اللي هي حكمت به وتم تنفيذه فعلاً فعلاً لا ليها أن تعدل عنها لأن هذا حكم إجراء من إجراءات الإثبات حكم تمهيدي غير ملزم للمحكمة يعني ما تقرش ترد القاضي بناء عليه لأنه ما يشفش بناء على اتجاهه في موضوع الدعوة وغير ملزم للمحكمة نفسها أن هي تحكم في الموضوع وتفسد في النزاع على مقتضى الحكم التمهيدي اللي هي سبق أن هي أصدرته لكن إذا المحكمة عدلت عن إجراء من إجراءات الإثبات هي أمرت به فعلاً يعني أنت طلبت أو المحكمة من تقرأة نفسها أمرت من إجراءات الإثبات وبعدها أمرت به عدلت عنها لازم أن هي تبين أسباب العدول في المحضر ده التزام عليها ممكن هي لا تبينش لكن يلزم في حكم العدول أن هي تذكر الشيطرة الثانية اللي هي الأوقع أن المحكمة لو حكمت في النهاية حكم القطع في النزاع ولم تأخذ بنتيجة الحكم التمهيدي أو الإجراء اللي أمرت به لازم أن الحكم يكون مسبب يبقى هنا المحكمة رغم أن هي ما خلتش بنتيجة الإجراء في حالة رفضها لي لازم أن هي توضح في أسبابها ليه هي عمل كده من سلطة القادة التقديرية أن يؤمر بالإجراء ويعدل عنه أو يؤمر بالإجراء وما يخدش بنتيجته لكن لازم يوضح في أسبابه إيه هي الأسباب اللي خلته عدل عن أن هو ما يخدش بنتيجة إجراء هو نفسه اللي قام بيه في تطبيقات الأحكام محكمة النقط قالت الأحكام الصدرة باتخاذ إجراءات الإثبات لا حبية لها طالما أنها لم تتعرض في أسبابها لفصل في موضوع الدعوة أو جزء منه نقطة عشرة ثلاثة سنة ثمانين بتاعنا رقم 190 لسنة 47 كاف في حكم تاني كان الخصم حاول أنه يتعرض في حكم صدر من المحكمة وما قالش الأسباب بتاعته إيه المحكمة قال إبداع حكم تمهيدي وبالتالي بدأ مش قطع مقتش في النزاع فالمحكمة اللي أصدرته غير ملزمة بتسبيقه الطعن قال لا مجال للطعن على حكم المحكمة بسبب نقص أسبابها أو قصرها في تحديد طبيعة النزاع مدامة لم تتضمن قضاء قطعيا في هذا النزاع نقطة ثمانية وعشرين اثنين سنة ثمانين بتاعنا ثمانية واربعين لسنة سبعة وعشرين دي أحكام قائلة التطبيقات اللي احنا قلناها أهمية الحالتين اللي احنا شرح معهم من الاستثنائين اللي بناء عليهم المحكمة بيكون ملزمة بالتسبيق إيه هي؟ ان المحكمة لو خلفت الاستثنائين دولا وصدر حكم منهي للخصومة وانت بتطعم فيه لازم تشير وتستند ان فيه بطلان في الحكم وفيه خطأ مشهوبه يجز ان انا اطعم فيه ان المحكمة في الشبك التمهيدي اللي هي حكمت فيه رغم ان انا مكانش يحقق لي ان انا اطعم فيه مباشرة لان حكم صادر قبل الفصل في الموضوع ولم يونهي النزاع لكن وانا بطعم في الحكم المنهي لازم اشير ان المحكمة اخطأت يعني بطعم في الحكمة بتاعها الخطأ اللي هو التمهيدي لانه لم يسبق بستنى على الخطأ اللي فيه وبطعم فيه مع الحكم المنهي للنزاع ودي نقطة مهمة لازم ان احنا ننتبه لها وحبنا ان احنا نلفت النظر فيها رب نكون نجحنا ان احنا نوضح النقطة دية وكل عام وانتم جميعا بخير اشتركوا في القناة